يراه البعض تحولاً كبيراً في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع الحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو ستة أشهر بينما يراه آخرون مجرد ذر أمريكي للرماد في العيون قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف لإطلاق النار في غزة فوراً خلال شهر رمضان وإطلاق صراح من سماهم القرار بالرهائن من الجانبين بما يؤدي إلى إقرار وقف دائم ومستدام لإطلاق النار نجاح مجلس الأمن في تمرير القرار جاء مدفوعاً بتغير نسبي في الموقف الأمريكي إزاء كيان الاحتلال إذ امتنعت واشنطن عن التصويت ولم تستخدم الفيتو لإجهاض القرار كما فعلت منذ بداية الحرب ما يعكس قدراً من تعارض وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح الفلسطينية وكذلك بشأن أوضاع المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر بيد أن واشنطن حاولت في الوقت ذاته تفريغ القرار من مضمونه حين أكدت أن القرار غير ملزم ناهيك عن تأكيدها عدم تغيير سياستها الداعمة لإسرائيل ما يرجح معه كثير من المراقبين أن القرار لن يجد سبيلاً إلى التنفيذ على الأرض في ظل التعنت الصهيوني والدعم الأمريكي للاحتلال رغم ذلك فإن القرار يأتي في سياق تحولات دولية عديدة تنظر بعزلة سياسية لكيان الاحتلال بعدما ارتكبه في غزة من جرائم ولا يزال ولعل التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب توضح الصورة أكثر فترامب الجمهوري المعروف بدعمه اللامتناهي لإسرائيل يحذر تل أبيب من فقدان الدعم الدولي ويدعوها إلى إنهاء الحرب والمضي قدماً في عملية السلام ما يعني أن الخلاف مع واشنطن بات يشمل الديمقراطيين والجمهوريين كذلك وبحسب محللين فإن القرار الدولي سيراكم أوضاعاً قانونية بدأت تتشكل في محكمة العدل الدولية وربما تلحقه أخرى في جنائية الدولية بما قد يؤسس في المدى المتوسط لعزل كيان الاحتلال سياسياً وإخضاعه ربما لاتفاقات أكثر إنصافاً للحق الفلسطيني كنتيجة لفشله في حرب غزة